دكتور أيمن سمير إلى أين تتجه الأزمة أنا في تقدير ما حدث حتى بأعتراف روسيا بالجمهوريتين في دونباس هو الخيار الأفضل لأنه نظرنا تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية منذ منتصف ديسمبر الماضي كانت تتحدث عن غزو كامل عن آخر إفادة لجيك سلفا مستشار الأمن القوم الأمريكي كان بيقول هناك غزو وسيطرة على المدن الكبيرة وصولا إلى كييف كل هذا السنة السيناريوهات لم تحدث نحن الآن أمام السيناريو الأدنى أو السيناريو الأقل تأثيرا والأقل حدة والأقل دموية والأقل في كل شيء يمكن وصفه بخيار بسيناريو سياسي أو سيناريو دبلوماسي في الأساس هو اعتراف على الورق الجمهوريتين هاتين لن يعترف بهم أي أحد مؤثر في العالم يعني مش نلاق دولة في تحاد أوروبا تعترف بهم هو سيناريو تكرار لما حصل في جورجيا قبل كده في 2008 في أسوتيا أو في أفخازيا الغرب أنا في تقديري هناك بعض التصريحات قد تشجع روسيا على مزيد من الخطوات ضد أوكرانيا يعني الرئيس بايدن منذ البداية بيقول إحنا لن نحارب روسيا لن ندخل أوكرانيا إحنا فقط هندفع عن حلف الناتو أو عدود حلف الناتو وكأنه يدعو أو يقدم دعوة للرئيس بوتين بالتقدم نحو مزيد من المدن في أوكرانيا أنا في تقديري في ظل الوضع الحالي وفي ظل المحتلات الحالية العقوبات الغربية حتى التي يجري الحديث عنها هي عقوبات محدودة للغاية هي تتعلق ببعض البنوك بأموال بعض الشخصيات القريبة من بوتين يعني عايز تقول لذر النار في البيون فقط لكن في تقديري الوضع في دونباس ممكن أن يحنو إلى سلاسة سيناريوهات رئيسية وبسرعة السيناريو الأول هو اعتراف روسيا بالوضع القائم في الجمهور الريتاني بمعنى أن الانفصاليين لا يسيطروا على كل دونباس يسيطروا تقريبا على ما بين ستين إلى سبعين في المئة من الأرض هناك تلاتين في المئة ما زالت تحت حكم كييف وتحت حكم السلطات الأوكرانية لو هذا السيناريو وتوقفت روسيا عند هذا الأمر أنا في تقديري يفتح باب للدبلوماسية ويمكن حتى العودة مرة أخرى إلى اتفاقيات ميسك لكن السيناريو الثاني في تقديره هو الأخطر وهو إذا ما كان الاعتراف الروسي بكل أراضي دونباس ده معناها أن المناطق المحتلة من قبل أوكرانيا يمكن الحرب عليها وهذا قد يؤدي إلى اشتعال الحرب في مناطق أخرى في شرق أوكرانيا صحيح لأنه النهاردة كان في كلام هل اعترفت روسيا بالحدود الإدارية للإقليم ولا الحدود الفعلية دلوقتي بالضبط ترجمة نانسي قنقر